هيدا الفيديو بس للبنات صار عند الله دورة شهرية بتخفيف قليل الدورة الشهرية هيدا الموضوع من نعب مرحبا يا حلويين أنا نجلة وموضوع اليوم هو موضوع كتير مهم كل صبية بتقطع فيه شهريا واللي هو دورة شهرية صبايا بفهمكن انه مرحلة صعبة وانا من الاشخاص اللي كتير 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 بيتضايقوا بها الفترة بس هدف هيدا الفيديو انه نحول هالفترة من شي مقلم وبشع لشي حلو ونكون قوايا فيه في كتير يوتيوب فيديوز وكتير ارتكلز مكتوبة عن انه شو لازم نعمل نشرب ماء اكتر نعمل رياضة اكتر اكيد هولي قصص مهمة بس انا بهالفيديو رح كون عم زد لكم النقاط خطوات صغيرة بسيطة عن جد بتعمل فرق كتير كبير بس قبل ما نبلش صبايا ما تنسو تعملونا فالو على انستجرام تعملو فالو لهيا ماج تعملو سبسكرايب لهالشانل واكيد اذا حبيتوا الفيديو كل تعليقاتكن بخانة التعليقات يلا نبلش صبايا نحنا لازم نفهم شغلة انه كل شهر نحنا من نقول من دورة لدورة من دورة لدورة وليزم نعرف انه الحيد منه المرحلة الوحيدة اللي بتصير معنا بالشهر هلا انا مرح فوض انتو ديتيلز لما ضيعكن وانا مني حكيم عم يعطيكن هالنصائح انا صبية عاملي مي ريسورتش وصبية بقطع بنفس اللي انتو بتقطعوه بقدر حس معكن فقلت انا خليا ندردش بهالموضوع بالنسبة اليه لازم نعرف انه عد ايام الدورة الشهرية مزبوط ليه؟ لان احنا نتحضر له وانا ما كنت اعمل هالشي كنت يلا فجأة يهھھه؟ صار عند الدورة الشهرية لا هيدا شا عنا جد بيتضعج خضوه هنب Model Experience اول شي ممكن تكونوا عاملين مشريع ممكن يكون عندكن تواجهات مهمين ممكن يكون عندكن شغل وانتو دائمان بس تكونوا محضرين هذا الشغل بتصير اهيان عليكم رح علمكن كيف أنه عد يعني انتو تعرفوا أمثين انا رح بله بالحيد يعني اول مرة بتنزل اول نقطة دم وان نحنا ازقاد نعرفน معد الدورة الشهرية اللي هي بتتراوح عادة بين 22 ل 35 يوم لازم نبلش نعد من أول نهار منشوف أول نقطة دم على الفوتة الصحية يعني خلينا نعتبر أنه شهر مورتش بواحد مورتش نحن شفنا أول نقطة دم أوكي؟ منبلش نعد واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ستعة لكن شهر البعده كمان شفنا أول نقطة دم سو هيدا الوقت ما بين أول نقطة دم من شهر مورتش وأول نقطة دم من الشهر اللي بعده هي بتكون الدورة الشهرية عنا بكل سهولة إذا نحن شفنا أول نقطة دم بواحد الشهر رجعنا شفناها بـ 25 الشهر يعني نحن مدة الدورة الشهرية عنا بتكون الوقت ما بين واحد و25 وعلى هالأساس منتصير نعد هلأ فيه طريقة بعض أهيان أكيد هي أنه تنزلوا أبليكيشنز بس أنا بيوتروا لأعصابي ما بحبون وبالنسبة للفوت الصحية كتير مهم تختارون يكونوا بيرايحوكن وتتغير الفوت الصحية بين 4 ل 6 ساعات صدقوني هالشي بيغير لكن أصلا مزاشكن كله وكلمة للبكتيريا صبايا كتير مهم إنه ما نتركها كل نهار حتى لو ما كان عليها شي صبايا خلينا نباليش هلأ نحكي شو فينا نعمل لنخفف من ألام الدورة الشهرية مثل ما قلتلكم قبل أنا من الأشخاص اللي كتير كتير بيديها لدرجة إنه كنت ما أقدر قوم من اتخذ عن جد ما أقدر وخلص كل يعني أبقى على يومين أنا هيك قاعدة هيك ما فينا أعمل شي أول شغلة يا صبايا بدي أدوي لكن عليها واللي أنا كتير سعادتني أنا شخص عنده شبه قدمين على القهوة يعني أنا ما بقدر بشغلة بدي أقوم كون ركوة القهوة كل نهار عم بشربها بس تقرب الدورة الشهرية أو أول ما أشوف أول نقطة دم بنسى شي اسمه قهوة عن جد بنسيها كلياً ليه؟ لأن الدورة الشهرية هي إذا بنا نفكر فيها تشنجات بكل الجسم أنا بحس تشنجات بكل جسمي سوى القهوة بتزيد من التشنجات وهيدا شي كتير 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 بدايق فأنا بالعكس بستبدل القهوة ببونج بستبدل القهوة بنعنع بنعنع عن جد بيخلص لي حياتي بالدورة الشهرية بستبدل القهوة بالينسون فأنا صبايا بس شوف أنه يلا بلشت شو بعمل؟ بنسى الماي ليه؟ لأنه بصير قول بدي أشرب ماي بصير بتدفوت على التويلات ونقعد ساعة كلنا بنقطع فيهم مظبوط أو لا؟ بس هيدا الشي غلط الماي عامل كتير أساسي لا يساعدكن ولا تكونوا صحية خلال الدورة الشهرية فأنا هلأ صايرة دايماً كبيت الماي بس أفرجيكم يعني دايماً حد صبايا خلينا نحكي عن أليم أول نهار واللي هني أكتر ليكم أنا بس أتذكر هيك بحس أنه خلص ما بقفية أليم كتير عن جد بالداية شغلة خلصتنا وكتير كتير كتير ساعدتنا هي معروفة بس أنا بدأ أعطيكم أنينة الماي الساخنة ليه أنينة الماي الساخنة؟ هلأ أكيد فيه تولز فيكم تشتروها وتحموها وتحطوها على البطن بس أنا بعدها لها لأ أنينة الماي الساخنة ما بيعل عليها شيء أولاً تاخدوا أنينة الماي ما بتحطوها على بطنكم لا بليز جربوها وضعولي بتحطوها على الظهر من وراء كأنه فيه شيء عم بيمشي لكم دم بجسمكم سوأ أنينة الماي أول شيء بتعطي حرارة للجسم وهيدا شيء بدنا يا بالدورة الشهرية وتاني شيء بتساعد على تدفق الدم وهيدا هو الشيء اللي بيشيل أو تشنجات هلأ وصلنا لنقطة كتير مهمة والحكيم نصحنا فيها على قوة الوجع والتشنجات أولاً مسكينات الألم صبايا إذا حستيتوا أنه الألم كتير كتير عم بتزيد مش دغراء يروح راسك إنه لأ بجيب أنينة الماي بيشرب صخل لأ ممكن ما تقدروا تتحكموا بها الطريقة على الوجع ففيكن تاخدوا مسكينات الألم اللي احنا فيها ناخدها بلا وصفة حكيم لنرو بس معا لازم نريح جسمنا وكيف نريح جسمنا فيه بوزيشنز أو وضعيات للنوم كتير بتساعد لتشنجات الدورة الشهرية وأنا هون مختبرتها وبعرف إنها رح تزبط معكم مية بالمية ورح تشكروني بعدين سوا صبايا أول وضعية للنوم حطنا ما بدكن تخفوا بس فيكن هيك ترتاحوا فيها واللي هي إنه من نام على جنبنا صدقوني كتير كتير بتريح من نام على جنبنا من علي إجر من تعجى يعني صبطنا عرفتو منحس البراشر على بطننا ومنمد الإجر التاني مثل ما شايفين بالصورة بهذه الطريقة نحن عم نخفف من الضغط على الرحم وعلى الضهر فهيدا شي كتير بيساعد بتخفيف التشنجات تاني وضعية هي وضعية الجنين كمينا كتير بتريح وضعية الجنين هي بس نلف جسمنا كأن عبعده بهذه الطريقة نحن عم نضغط على البطن سو عم نخفف من التشنجات عليه وعم نريح الضهر بنفس الوقت هلأ تالت وضعية الدراسات بتقول إنه كتير بتساعد بس أنا ما عم تزبط معي ما بعرف ليه واللي هي إنه ننام على ظهرنا هلأ أنا أوقات بنام على ظهري صبايا سمعوا مني حكا منها يدحي ليه وبحط إيدي من ورا يعني بنام على ظهري وبكبص على ظهري من ورا وفهيدا كتير بتريح بس غير هيك ما عم تزبط معي آخر نقطة هي تدفو حالكن يعني كلسات جوارب يعني يعني ممنوع اختبرتها تعلموا مني الوجع بيصير إذا أنتو بتاخدوا برد وصبايا فيه كمانا نقطة كتير مهمة إنه كتير بيطلع بالنا سكر وفاست فود أثناء الدورة الشهرية رح أقلكم أنا شو بعمل شوفوا إذا طريقة بتنفع يعني بصير من جو خلص شو فيه قدامي بدي أكل وخاصة قبل الدورة الشهرية وأول نهار ففيكن تستبدلوا القصص مثلا السويتس ما رح أقلكم استبدلوها بفواك أوكي استبدلوها بعصل طيب العصل العصل هيك بيرخي وما بيعطي يعني ما أنه تقيل ما بيعطيكن مثلا العين نفس أو ما بخليكن تدايقه لا حطوا مثلا الموز موزة الموزة كتير بتخفف من التشنجات سو حطوا موزة وعليا عصل وجوز فوقون وقلوا لي ثانكيو نجلة هؤل الثلاث قصص بيساعدوا يعني بينصحوكم إنو تاكلوهن خلال الدورة الشهرية لأنو كتير بيساعدوا بترخيهة العضل وبتحريك الدورة الدموية بس في شغلة إنو الفاست فود ما كنت لقيلو بديل لأنو عن جد الفاست فود كتير تقيل بس أنتو تقلوا على معدتكن أوف أوف شو بتدايقو وخاصة بتصير تحسوا بالعين نفس فبليز ما تاكلوا فاست فود جربوا كله قصص خفيفة من البيت ما علي قطعوه أول ثلاثة أيام هلأ المأكلات اللي لازم تاكلوها وبتخفف عن جد من الوجع هن الأنانس كتير مهم المكسرات كتير مهمين الفوايكة صبايا الفوايكة كتير بتساعدكم مثل ما قلنا تفاح موز بس الأنانس بالتحديد وبالأخير صبايا كمانا كتير بتساعد على تخفيف الألم هيا خبرية حلوة عم نوصل لآخر نقاط وبدأ لكم نقطة كتير مهمة وبلشت أنا اتباعها جديد واللي هي لستراتشينج والمشي هلأ لكون صريحة معكم بقولون يعني كتير بسمع أشخاص بتقول تمرني وعملي رياضة خلال الدورة الشهرية أنا أول ثلاثة أيام أو أول يومين تقريبا ولا ممكن بعرف حالي ما بقدر بس بعمل استراتشينج كتير بساعدني على التخفيف من الألم استراتشينج لكل الجسم يعني للرقبة للإيدان للظهر كتير 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 بساعده وهلأ رح أعطيكم كم بوزيشن فيكن انتو تعاملوها بتساعدكن كتير هولي الوضعيات صبايا فيكن تعاملون على التخف صدقوني عن جد ما بعرف من قلب بديكن تجربوا لأن كتير بفيدوا سو أول وضعية هي نركع على التخف نمت ظهرنا لقدام ونجلسو وإيدينا لقدام كأنه عم نعمل استراتشينج للظهر ما فيكن تتخيلوا قد يفكوا التشنجات بال طبعنا ثانية وضعية هي بس نمت جالسين على ظهرنا ونعلق جرينا ستريت على الحات ثانية وضعية صبايا هي بس نعمل استراتشينج للإجران لاحظتوا كل الشغر هو lower back من نمت على ظهرنا ومناخد إجر اليمين لميلة الشمال ومنشد تقريبا لشيء عشرين ثانية ومنفس الشيء إجر الشمال لليمين ومنضغط تقريبا عشر ثواني كمان ورولي تانكيو ناجلا هلأ نقطة كتير مهمة واللي هي إنو أنتو تعملوا مساج لحالكن أوكي ما حدا بيعرف جسمكن أكتر منكن وخاصة بالدورة الشهرية برجع بلكن بس المعروف إنو المساج إذا أنتو عملتوا لحالكن كتير بتستفيدوا أولا أنا دايما بعمل مساج لبطنة بطريقة دائرية مرة صبايا عن جد أنا عم بعمل مساج لبطنة يي حسيت إنو في مطرحين كتير عم برتاح بس أضغط عليهم واللي هنه فوق السرة أو ذكرتي فوق الذكرى أو تحت السرة يي شو هالقصة فأي جوجلدت لأن حشرية وبدأ أعرف طلع في تريجر بوينتز بهالمنطقة كتير بيرايحوا خاصة للدورة الشهرية فشو صرت أعمل كمان شفتها عن دي انترنت بتعملوا على شكل قلب من أول السرة لآخر السرة بترجع بتطلعوا فيها بهالطريقة صبايا كأنو انتو عم تعملوا سحر لوجع الدورة الشهرية وما بدنا ننسى صبايا جيبوا أمكن جيبوا أختكن ويلا فرقوا لضهري إذا انتو مش قادرين تفرقوا لضهري أنا هيك بقضيها أنا قاعدة واختي على اليمين وماما عشمال وقو عم يفرقوا لضهري فوق تحت فوق تحت بتجن وفي نقطة بدها تولت بالي شوي بس كمانا كتير بتفيد واللي هنه نيقاط الضغط أو الأكي براشر بوينتس بجسمنا وخاصة بالأجرين كتير كتير بيفيدو رح قلكن شو هي هي الفكرة مننا انو تضغطوا عليهم لتقريبا عشرين ثانية كذا مرة هالشي كتير بيساعد أول نقطة الضغط هي فوق الكاحل بشوي تاني نقطة الضغط هي على أصبعكم الكبير من الأجر والتالت نقطة الضغط هي بالنص على أجركم بالنص رح حط لكم صور لتعرفوا كل اللي عليكم تعملوا ضلكن ضغطوا بهالطريقة لتحسوا انكم ضغطوا كأنعى نقطة هي بس حسوا انكم ضغطوا عليها ضلكن هيك تقريبا على عشرين ثانية خمس مرات وشوفوا الفرق مرة عمرة كيف بيسير وبس بدأ لكم شغلة لأنه ما حدا بيتحمل واجه على الدورة الشهرية وخاصة الرجال نحنا منتحملوا بس هن إذا بتفوتوا وتشوفوا الدراسات والفيديو هيه ما بيتحملوا 0.01% منهم قبل ما فل ما تنسوا تعملوا سابسكرايب للشانيل تعملوا فالو على انستجرام إليه فالو لهيه ما جزيل وتتابعونا على كل السوشيل ميديا بلاتفورمز بحبكم كتير 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 باي